دولة دولة كابسة كابسة ام يا دولة من ورا المكتب بسرعة ام في ايه قم جاية وراي دلوقتي يا يا دولة وسيبها الحاجات في التاكس وينا مفهيمة اننا صاحبي البذار انت صاحب البذار امان انا ايه يا لاب ايه شغالة عندي انا شغالة خلش يامك تفضل لي اامك ام تفضل يا سيدها الكل واحد رفليم بحما انكذنة مش قادر اهلا اهلا يا عدل يا ابن الزيت أهلا يا مرات عمي، أهلا يا حبيب إيه رأيك يا دولة في المفاجأة دي بقى؟ دي هايلة، مفاجأة هايلة إنتوا حسبوني وقفها ولا يا متقعدون؟ لا، فضالي ده المكان كله بتاعك يا ستة الكلة ده عادل أول ما عارف يا أم مبارح أن أنت جاية حالف أنك لازم تقضي الأام اللي هتوقدي يا هايلة عنده في البيت هو يقدر يقول غير كده؟ لا، طبعا أهلا وسهلا تنواري طبعا يا مرات عمي يعني أنا سهلا يعني يا حضرتك، بس أصلا هو عارفة المشكلة عندي في البيت يا دولة، برغم من أن ظروف عادل يا أمي، ما أندلة يعني أخته وأم محمدته قاعدين عنده في البيت إلا أنه برضو أول ما عارف مبارح حلف أنك لازم هتبيته عنده أنا عرفت حاجات كتيرة أو مبارح وحضرتك هتعودي قد إيه إن شاء الله يا عمي آه أنا جاي عشان الروماتيزم اللي فرجلايا هم وصفوا لي دكتور بس بيقولوا عليه زحمة قاوي بس أنا أول ما أكشف عمش على طول أيوة بس لا يا أمي، ما تقوليش كده يا أمي، ده عادل هيزعل جدا يعني ده أول ما عارف يا أمي مبارح كده حلف أنك لازم يعني هتمشي وانت خفة خالص آه طبعا طبعا يا مرات عمي، أهلا وسهلا يعني وحضرتك تنوارينا يعني بس يلا بس يلا بس يلا بس روح فيني شايجر، هو شايجر اه شايجر خد هنا نعم نعم انت بتبرطم بتقول إيه؟ قلت قلت إيه؟ قلت لما فرجتك يا رمزي آه بحس بتحسب إيه ما أنا قلت هيني؟ تفضلي يا سبت تقولي بقى انت أكيد تعبالها أمي من السفر تفضلي تعالي بس أنا لي يا طلب صغير أوي كده تفضلي قوضة أنام فيها الوحدي أنا والأرنبين اللي أنا ساقيباهم في التاكسي دول عسا أنا جايباهم من البلد خفت حسن يعود الوحدهم ما يقدروش يعودوا لا ما تلاقيش عليهم الأرنبين دول هيناء مفحودن إن شاء الله تفضلي ما حاجة أوصلها تفضلي يا سبت الكل تعالي يا سبت الكل خد بإيدي خد بإيدي الروماتيزم ألف الحمد لله على سلام وسع كده وسع كده وأنت مضيق الدني يا حاضر المقاس لا 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 خليك أنت هنا أنا أوصلها وأجيلك على طول عشان ما عرفش هتنرفز عليك في السكة ولا حاجة موضوع بين يوبينك والبصار مقفول علينا مهي صاحب البزاء مهي صاحب البزاء أه دولها ما ها ها محقق منها ورانا ده نورك يا حبيبتي يجننا يا تنت مرسي جدا جدا أنا مش هعرف حيديك تعبت نفسك أوي كده ليه؟ ما يا حبيبتي ده أنا حاخدهم معايا تاني أصلا إنا خلطة أسبهم في البلد بيخافوا يعودل وحدهم ايه ده؟ طنت مرمزي؟ ايه المفاجأة الحلوة دي؟ سناء انت مالك كبيرت كده وبحشاتي كبيرت؟ عشان البناد مين بيكبروا مش بيصغروا يا طنت القلب وميريت السطول عمره بل ماما انا دخل اغير هدومي ميريت الحب عمية انت ناوية بقى ان شاء الله بتعادي فين ايه والله ما ايه ما انا عارفها لكن اي قوضة جاهزة انا هقعد فيه انا والارانmaking قوضة مما ايه قوضة ايه ايه قوضة جاهزة طبعا يا اهلا وسهلا يا ميرات عمي ده عمي حضرتك تنورينا والله غس منيرات عمها هتقعد معانا يعني ان شاء الله معانا مین؟ معانا يا نهو باذنها في الاصر في الاصر الي احنا اه جايبين وهنا ان شاء الله يا طنت منورانا يا حبيبتي منورانا ايه ايه في ايه لا تكن انت يا عادل أنا نقص دة كمان مامة رمزي توعد عندنا ايه يا راني في ايه ما توعد عندنا في اي قوضة وخلاص انت بتستحبل قصي انا دبست رمزي الزفتي دة دبستني في الم وخلص عاملة ايه شوفي لها بقى اي قوضة توعد فيها اوكي اوكي يا عادل انا هقعدها في القوضة الفاضية اللي عندنا ايه دة suoحنا عندنا قوضة فاضية ممتي ونجلقها حيباتم معايا في القوضة ومامة رمزي حبت فقطة مام طب وانا هابات في ايه؟ في البلكونة مع الارانب مع الارانب؟ هتروح مني فيه هتروح مني فيه وانا بس اذك همسكك يعني همسكك ايه ده بس هدولة انا هفهمك كل حاجة ايه ده بس هدولة هتفهمني ايه؟ انا هتقول علي ان انا صايع ومش لها حتة تقويني هوش اغال عندك في البزار ومعيش اهلي كلهم عال عليك في الشق بتاعتك ايه ده ايه ده ايه مين اللي قال الكلام ده اصل… انت الترة ياه Smash امك هrai قال الكلام ده هش هدولة معليش طب انا وانا كنت عايز اطمين علي يادولة ولا اقول لها عنا ما عنديش بابايتنا في البزار يادولة اعتمتنا اينها منيoliة ان انا الي صايع ومش لها حتة تقوين ياد معليش يادولة يعني ايها صايعا دي هتلزأ يادولة هتلزأ سمعيتها تبقى ايه قدام اهل البازار علشان خطر يا دولا نابه ها علشان خطر يا دولا خليها تمشي بس وهيها متطمين علي يا عم تقول لها ايش على ظروفي ما تفضحنيش يا دولا ايقوة بس بتعامل الناس اللي بالبيت كلها كأنهم مخدمين عندها ده انا سمعها وهي بتقول لها رانيا يا بيت يا رانيا هاتي شوقت ما بتعلي خسير رجلي اقول لها بقى تخسيرها تعباها بالكبر حضر استهبل يا فعلش يا دولا نابه دولا يا ابن عمي بص سمحني ها استحملوها بس اليومين دولا يا دولا يعني اليومين دولا وانا بكرا الصبح يا عم اروحها اوديها للدكتور اللي هي عايزة تكشف عنده دولا اوما يومين بس وانرجح على البلد تاني خلاص يا عم انت ايه دخلت على الستة دي امي ليه خلاص يا عم خلاص شن جروفي بس يا دولا خلاص بس ما تقول لهاش بقى تعملوا منهم خدمين تعملوا بشكلك محترم شوية حاضر يا دولا اعايز حاجة تانية يا اخوية لا تكرا الله دولا انتو فضتولها قوضة تانية علشان الانارب انا عارفة عاجبه فيها ايه مكادرتي بتقولي حاجة يا تانية؟ لا يا حبيبتي انا ما بقولش عاجب بس بقول يعني انت بتشتغل ايه في المدرسة؟ بشتغل تبشيرة نعم يا اختي مدرسة يا تانية حكوم بشتغل فيها ايه بشتغل مدرسة اه اصلا انا ما بحبش ياخت الستات اللي بشتغلوا الستة لازم تقعد في بيتها وتراعي جوزها وابلادها طب وبتقوليلي انا الكلام ده لي يا تانية اللي عندي لا جوز ولا ولا ولاد يعني انا بقول لما تتجوزي يعني لازم تسيب شغلك وتعود في البيت وتراعي جوزك وبيتك طب انت مالك وما الكلام زي ده بتقولهولي ليه يعني عسان انا حتجوز ابنك؟ انا لسه ما وفقتش ما وفقتيش؟ يا نهرب يد ما وفقتيش على ايه تانية على ايه انك تتجوزي رمز ابني بقى انت بتلفلي ودولي من الصبح عمالة ترقبيني وتسأليني ميه سؤال؟ عشان عايزة تتجوزيني سي رمزي؟ وماله رمزي يا اختي ده برقابتك وبعدين انا لسه بفكر وما وفقتش يا ربي يا ربي هم فيسا لقى تعالى هممشينا على الحيط؟ قلت لك لولي منضوم بخيط يعني ايه عايزيني انام في قودة غير قودتنا؟ اما الحنان فيه؟ معلش يا مامي هتناموا عندي النهاردة هننام عندك النهاردة دايب اعتبار يعني ان عادل بنا وعلينا عادل حينام في الصالة وانتو هتناموا عندي في القودة ومامة رمزي حبتها ضدكو انا عايزة اعرف بقى ايه حكاية ومامة رمزي دي؟ جاي عشان الدكتور ايوه انا عارفة لكن دي بتعاملنا كأننا نشتغل عندها مجيدة مجيدة ياه فين الشاي هي دي عميل برضو انتو شفتي بقى اللي قصدي معلش يا مامي استحمليها عادل لسه مكلمني وقال لي اصلها عقلها خافف شوية وطعبان استحمليها بقى حاضر حاستحملها هنشوف اخرتها ايه محمله ولكن وطاق الله هذه اخرتها مقيمة محدد في البيوت حطيت ايه خمس معلق سكر زي ما قلتلك؟ ايوه ايوه انت هتعود جنبي ولا ايه؟ ودي فيها ايدي كمان؟ لا ما فيهاش الاولي بنامت واللي انصاص قامت اتخلوا بيه خدع التلفزيون اتفرجي مش معقول اللهم اطولك يا روح ايه يا رانيا؟ وقف عندك ليه؟ بتخروس الحلل؟ لا يا تونت وقف بطبخ بطبخ عادي يعني ليه حبيبتي؟ هو فيه حدي بيسرع حاجة من الحلل؟ لا فيه ناس بتاكل اللحمة من الحلل افندم بقى ستة نعام انت كمان قصدك ايه بتبصيني ليه وانت بتقولي الكلمتين دول؟ يا اختي هي مش قصدها انت اللي بتكليه الله وانا اصلا اعمل حاجة زي كده ليه؟ الجوع الجوع يا حبيبتي يعمل اكتر منك لو سمحت يا تونت يا مامة رامزي مامتي ما بتعملش الحاجات دي؟ اه يعني قصدك عنا اللي جاعنا انا قلت كده؟ امبارح قلت انك شفتيني وانا بطلع اللحمة من الحلل ايه يا امو عادل حركات الخدمين اللي انت بتعمليها دي؟ اولا ده بيت ابن يعني ليا فيه اكتر منها الله جرى ايه؟ ما تخف شوية على البنت وبعدين يعني هو مش ابنك قوي بالشكل ده؟ مش ابني قوي يعني ايه يا وليا يا مجنون انت؟ يعني ما انتش اللي مخلفاه عادل مش انا اللي مخلفاه مين اللي قال كده؟ انت يا تونت يا مامة رامزي اللي اللي ستقيلة كده دلوقت انت حجنينة يا وليا انت شوفتوا باي اهل حلة ابتدت عندها انا بتكلم عن ابن رامزي مين اللي جاب سيرت رامزي دلوقتي؟ اسا انا شايفاكم عمالين بتتكلموا وتقولوا مين بيضيف مين؟ وانسيتوا كلكم انكم تضيوف على بيت ابن رامزي هو انا بس اللي طالبوا منكم يا جماعة ان احنا بس نصبر يومين نستحمل امو رامزي شوية لان المشكلة ان زفته الطير رامزي ده فهم امو ان البيت ده يعتبر بيته وان البزار ده بتاعه وان انا اللي شغال عنده ومنكرمه كمان مجمعنا احنا كلنا نبيت هنا في البيت بدل ما نبيت في البزار اه لو ايدي طالت رقبة رامزي ده ما توسخيش ايديك يا ماما انا هتصرح مع زفته الطير رامزي ده عادل انا مليش دعوة انت لازم تفاهم مامة رامزي دي الحقيقة انا اتخنقت اه شفتي بقى انا عشان كده نجمعكم النهاردة وبنتفق يا جماعة ام رامزي مش لازم تعرف الحقيقة ابدا يا سلام عشان بقى نفضل احنا نشتغل عندها شغالية وهي اصلا نقصة يعني هو رامزي اللي زايد بصوا رامزي اول مرة بيطلب مني حاجة صراحة يعني وهو طبعا سبب كل المشاكل اللي انا فيها وسبب ان البزار حال واقف وكل حاجة مبوازها لنا عم رامزي ده لكن اول مرة يطلب مني طلب يعني مش معقولة يعني هقوله لأ يعني وهو اللي طالبه ايه؟ امه لما تبقى في البلد تبقى متطمنة عليه خلاص يومين يومين بس نستحمل فيهم امه رامزي يا جماعة وهي راحت للدكتور وبعد كده هتتكل انه لله وانه لي رجعوا بصي سوء ان هي اللي اندي فيه هتتكل ترجع بلدها خلاص يا عادل خلاص احنا هنستحملها وهي كده كده بكرة هتتكل هتسافر ايوه ايوه دولة حبيبي طب انتو ما كشفتوش ليه يا ابني؟ الدكتور مرديشة دولة ياه بالدرجات دي يعني حالتها ميقوس منها؟ اه الحمد لله الحمد لله حالتها ميقوس منها الواحد متطمن عشان كده يا دولة اهو قلنا بقى نحجز بس انت فرحان ان حالتها ميقوس منها يعني ايه ايه انا مش فاهم عملتو ايه يعني عملت ايه بعد كده؟ احنا روحنا لقينا العيادة زحمة يعني وانا بتخنم الزحمة فقلنا نحجز بس الحمد لله يعني ايه يعني حضرتك حجزتي دلوقتي وكشف بالليل لا الحمد لله بكرة لا الحمد لله بعد بكرة لا الحمد لله امال امتى يا تنت؟ بعد شهر ايه؟ ايه؟ لا 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 هو مش شهر بالزبط هم 28 يو كشفي ايه ده يا تنت اللي بعد شهر يابا انت قلتلك بعد 28 يو قص الدكتور ده مشغول قوي ما عندوش ولا يوم فاضي الا بعد 28 يو اه يا ضحر يعني شاكلي كده هيرقض في السري الشهر اه يا وزتي يعني شاكلي حاجرقض جنبك في السري الشهر ده الرقدة معاكي ارحم يا تنت مش هنلحى ليش بعملك يا تنت معقولة هتعود معنا شهر واحد بس لا 28 يوم بس تعرفي انا الانة اصل الارنبين مش مولفين عالمكان موسيقى يعني انتو نركز معايا يا رامزي دخلتو للدكتور في قطو لا خالص يعني ما تعرفش الدكتور ده شكله ايه لا ما اعرفش خالص يا دولا طب ايه رأيك في اللي يجبلك الدكتور ده لغاية البيت عشان يكشف علامك لا انت بتتكلم جده دولا هتقدر هتقدر والنبي دولا؟ اه طبعا اقدر اما ليه؟ يا ابن انت ابن عمي يا ابن ربنا يخليك دولا امك دي يعني مرات عمي لا يا راجن طبعا يا طارق انا خدماتي كتير جدا عملتها لك وطول الوقت بخدمك طول الوقت بخدمك فطبعا الصاحب ليه ايه عند صاحبه؟ ايه عادل؟ ايه عادل؟ انت كل شوها تزليني عشان حليت مكاني في الصنوية العامة يا عادل اللي جريبة يا اخي انت تجيب مجموع كبير برغم اللي انا اللي حلقلك والحل اللي انا عملته ما اجيبش منه اي مجموعة المهم انا عايزك تمثل دور دكتور طبعا دكتور فعلا انت دكتور بطر يا عام بس في الاخر اسمه ايه؟ دكتور يا انت حريسوة اما لو كنت بقى حلل بدماغك انت وحلل بمجهودك هتقول ايه؟ ما علينا؟ عايزك تمثل دور دكتور روماتيزم مشهور روماتيزم مشهور؟ الاسم الغريب ده عادي يا عام مش اسم ده صفة انه هو دكتور يعني انت هاخدك معايا هتكشف على واحدة ماشي؟ وتقول ان هي عندها روماتيزم وتكتب لها اي علاج وخلاص بس انا عمري متكشفت على حيوانات عندها روماتيزم مشهور؟ وانا واخدك تكشف على بهمة دي واحدة ست يابني وابده علاجه على اساس ايه؟ العمري متكشفت على بني قدمين ما هي يعني ما تعتبرش بني قدمين قوي دي يوم رمزي واحد يعني صاحبنا المهم يعني انت هتكشف عليها وتقول لها يا حجة انا شايف ان عندك روماتيزم وتقوم طلع روشتة وكاتب اي علاج من علاجات الروماتيزم اللي في السوق عادي يعني اشتركوا في القناة